بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في استكمال الآية في قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد وقد تكلمنا عن قضية الغيب وتكلمنا عن بعض ألفاظ الآية وما زال في الآية بقية نكمله إن شاء الله اليوم قدمنا في الحلقة الماضية أنه هناك مسألة في قضية أنه هل هذه الآية هي دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يطلع أحد إلا الرسل على الغيب أم أنه يعني ما يجري من إخبار المنجمين وإخبار الكهنة وإخبار بعض الناس عن بعض الأمور الغيبية قضية الأولياء الصالحين الملائكة هل يطلعون على الغيب أو يظهرون على الغيب أم لا قلنا هذه التفاصيل سنفصل فيها الكلام إن شاء الله في هذه الحلقة ابتداء في قول الله تعالى عالم الغيب هناك أيضا قراءة عالم الغيب نعم على النصب على المدح كما ذكر ذلك الإمام الآلوسي وهناك قراءة أيضا شادة تقول علم الغيب علم الغيبة فلا يظهر على غيبه أحدا على اعتبار أنه الله يعني علم الغيب في الماضي أيضا هذه من القراءة الموجودة في الآية نحن قلنا أنه في قضية فلا يظهر على غيبه أحدا قلنا يظهر أقوى دلالة كما ذكر ذلك ابن عشور من يطلع قلنا لأن كلمة يظهر أيضا فيها معنى المشاهدة يعني الذي يظهر على الشيء كأنه يشاهده وجاءت كلمة على التي فيها معنى الاستعلاء والقوة للتمكن من الإطلاع أي كأن الله مكنه من الظهور على الغيب كما قال تعالى في قوله فأظهره الله والله عليه أي أنه كأنه علمه وشاهده واطلع عليه نعم قال فلا يظهر على غيبه أحدا نحن قلنا مسألة الغيب يعني تكلمنا ما هو المراد فيها وأيضا سنفصل إن شاء الله عندما نصل إلى قول الله تعالى إلا من ارتضى من رسول وما هو الذي يرتضيه للرسول ومن هو المرتضى من ذلك سنفصل إن شاء الله القول لكن الآن مع هذه الآية في استكمالها ابتداء ذهب يعني الزمخشري وذهب كذلك يعني الواحد وذهب جمع كبير من المفسرين قالوا أن هذه الآية فيها دلالة على أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أهل التنجيم وأهل الكهانة على شيء من الغيب لأن الله قيد إعلام الغيب والظهور على الغيب بمن ارتضى وهم أبعد من الرضا من الله سبحانه وتعالى وأقرب إلى السخط لذلك لا يمكن أن يعلموا من الغيب شيئا وذكروا أيضا أنها ذكر الزمخشري على التحديد قال وهذا فيه أيضا تكذيب لمن ادعى علم الغيب من الأولياء يعني أهل الولاية أيضا الله لا يعلمهم الغيب ولا يظهرهم على الغيب وكذلك أهل التنجيم والمستدلين بدلالات النجوم وحقيقة الإمام الرازي وأيضا الآلوسي وجمع كبير المفسرين والبيضاوي والتفتزاني وجمع كبير المفسرين قالوا أن هذه الآية ليست فيها دلالة على هذا الأمر يعني ليست فيها دلالة على قضية أنه عدم إطلاع الأولياء لأن مذهب أهل السنة كما هو معروف أنه الكرامات حاصلة وموجودة لكن الخلاف الحاصل ربما يكون عن كيفية إعلام الولي لمسائل الغيب أما قضية أنه الولي يعني يعلمه الله شيء من الغيب نعم موجود وكيفية الإعلام هذا سنتكلم فيها على ما ذكره العلماء لكن ابتداءا يعني ذكرها ابن عاشور مثلا قال أن الله سبحانه وتعالى يعني يعلم بعض أوليائه علما يختلف عن علم الأنبياء وهذا أيضا ما قاله ملا علي القاري وأيضا ذكره يعني أيضا ابن تيمية قال أن علم الأولياء كما ذكر القاري قال علم الأولياء يكون يعني على باب الظن وليس على باب اليقين كعلم المشاهدة للأنبياء ومنهم من قال وكذلك ابن تيمية قال أنه على مبني علم الأولياء على الظن والحدث وأيضا يعني الواحد وإن كان يقول بكرامة الأولياء لأنه على المذهب كما هو معروف لكنه قضية إعلام الغيب هو هذا المسألة المختلف فيها ابن عاشور يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه الرؤية هي جزء من 46 جزء من النبوة فلا ضير أن الله يعلم بعض أوليائه عن طريق الرؤية ولذلك قال الإمام مالك الرؤية تسره ولا تغر أي الرؤية تسر يعني الرؤية ربما يراها الرأي فتسره ويرى فيها من الخير ولا تغر لأنه قال يعني كما ذكر عن سفيان قال ربما يكون الخلاف في تأويلها وتعبيرها فإن وقع خطأ يكون في التعبير والتأويل وإلا فالرؤية هي جزء من 46 جزء من النبوة كما صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أنه أيضا من الهامات أو من طريق الإخبار للأولياء قد يكون عن طريق النفث في الروع أو الروع على الخلاف في من قالها بالروع أو الروع النفث في النفس أنه يعني يجد في نفسه أمرا وأيضا هذا يصدقه ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمم السابقة أنهم كان فيهم محدثون محدثون عفوا وإن كان في هذه الأم محدثون فعمر بن خطاب منهم فالنبي عليه الصلاة والسلام شهد لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنه من الذين يحدثون ويخبرون ويلهمون كما فسروا الخديث العين وغيره قالوا أنه يخبر ويلهم بمعنى معين وحادثة حوادث سيدنا عمر حقيقة كثيرة لكن المشهورة منها هي حادثة ياسرية الجبل الجبل وكان يصلي الجمعة كما ورد في الحديث وهو على المنبر فقال ياسرية الجبل الجبل يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول فدونت ذلك اليوم والوقت قال حتى جاء الخبر بنصر المسلمين في تلك المعركة وأن الخبر الذي جاءهم يقول سيدنا علي فحسبت الوقت فكان نفس الوقت الذي قال عمر رضي الله تعالى عنه ياسرية الجبل الجبل قال كنا قد حاصرنا العدو فإذا بصوت يأتينا وقت صلاة الجمعة يقول ياسرية الجبل الجبل فهذا كان من الإخبارات التي أخبر بها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نعم إذن قضية أنه الآية تمنع قضية علم الأوليان هذا لا دلالة فيه لأنه كما قالوا أنه المذهب المشهور عند أهل السنة وهو مذهب أهل السنة في قضية القول بكرامات الأولياء وهذا أمر تقريبا مجمع عليه عند أهل السنة نعم هناك بعض الفرق الأخرى التي لا تقول بي بالكرامة وغير ذلك كالمعتزلة وغيرهم لكن على مذهب أهل السنة أنه الأولياء الله سبحانه وتعالى إما أن يكون عن طريق النفس في الرؤية أو عن طريق الرؤية الصالحة أو عن طريق الإلهام يلهم الله بعض الصلاح أو يكون عن طريق الظن والحجس كما ذكر ذلك ابن تيمي كما قلنا فكل هذه الطرق التي تخبر ولو أردنا الخوض في مسألة كرامات الأولياء وما يعني يجري فيها فالكتب مليئة جدا بأمثال هذه الكرامات وأمثال هذه الأقوال التي تدل على صحة ما ذكره أهل العلم في هذا قضية أنه الغيب المذكور كما قلنا هو لا يتعدى منه من أخذه على أنه الغيب المقصود قلنا كما قلنا إما المراد قيام الساعة لأنه الإمام الرازي يقول الغيب هنا المراد هو به قيام الساعة لأن الآية التي قبله قال قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمد أي أنه القيام على القيام الساعة أو على العذاب الذي سينزل عليهم ومنهم من قال على أنه يعني ابن عاشور قال والقاسم كذلك قال لعله المراد أنه أسماء الله وصفاته وغير ذلك فقال الإمام الآلوسي قال وهذا الأمر بعيد إلى من ذهب هذا المذهب فإن السياق لا يتكلم عن أسماء الله ولا عن صفاته حتى تكون من مسائل الغيب إنما قال أكثر العلماء والذي عليه أكثر أهل العلم أن المقصود هنا بالغيب أنه عالم الغيب أن الله سبحانه وتعالى الغيب الكل على عمومه لا يعلمه أحد ولا يستطيع بشر أن يتحمل شيء عظيم من علم الله سبحانه وتعالى ربما يكون شيء بسيط جدا قال ولا يحطن بشيء من علمه أما علم الله كله فهذا أمر لا يمكن لبشر أو لعقل بشر أن يتحمل علم الله فعلمه عظيم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أن يكون علمه يحتمله مخلوق من المخلوقات هذا كله فيما يتعلق في قضية الأولياء كما قلنا وعلى قضية أنه أيضا الغيب المذكور في الآية لا يظهر على غيبه أحد والإشكالية حقيقة على قضية أنه هل يطلع أحد الله سبحانه وتعالى على غيبه أم لا قلنا قال إلا من ارتضع من رسوله هذه إلا الاستثناء هنا هل هو متصل أم منقطع هذا أيضا يعني سبب إشكالية عند العلماء في حمل الاستثناء هنا وإن كان هنا قولا ثالثا على أن الاستثناء هنا على معنى العطف وقال عنه الآلوسي قال وهذا بعيد يعني يكون المعنى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد ولا من ارتضع من رسول حتى الرسول لا يعلمه هذا أيضا قول موجود في التفاسير لكنه هذا قول ضعيف لكن القولان في قضية الاستثناء متصل أو منقطع هذا هو محل الإشكال عند العلماء فمن من قال على أنه علم الغيب بأكمله لا يطلع الله عليه أحدا وانتهى الكلام ثم ابتدأت جملة جديدة إلا من ارتضى من رسوله إذا ارتضى الله رسولا فإنه يحميه من الجن ومن المرضى والعفاريد بأن يرسل له رصدا من الملائكة يحرسونه ويحمونه في ذلك هذا أيضا قول ومن من قال لا على أنه إلا من ارتضى من الرسول هو التابع للغيب أي أنه الغيب بأكمله لا يعلمه الله لأحد إلا إذا ارتضى من رسول فإذا ارتضى من الرسول فإنه يعني يطلعه على الغيب وشاهد هنا قضية الرسول التي سنتوقف عنها ابن كثير حقيقة وغيره من أهل بالقرطبي كذلك من قبله من قبل بن كثير قال على أنه الرسول هنا تشمل الرسول البشري ورسول الملكي يعني أنه الله صلى الله عليه لا يطلع أحد من عباده على الغيب إلا إذا ارتضى أن يعلمه وكلمة الرسول تحتمل الرسول البشري ورسول الملكي ولكن الإمام الرازي يقول وهي للرسول البشري أقرب وتبعه كذلك الشربيني وتبعه البيضاوي وتبعه جمع كبير من أهل العلم من المفسرين قالوا بدلالة أنه الإمام الرازي يقول بدلالة أنه قال فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا قال وهذه اليقبي الحالة البشرية من أن تكون للحالة الملائكية والخلاف هنا على أنه الرسول هنا كما قلنا رسول بشري أم ملكي يقول أنه الإمام الرازي يقول الله سبحانه وتعالى ذكر لنا علامات قال يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة وغير ذلك فقال الله سبحانه وتعالى حتى ممكن أن يعلم يعلم الملائكة بالغيبيات العظيمة كقيام الساعة حتى كما ذكرنا حتى في الدرس الذي مضى قلنا أن الله سبحانه وتعالى يعني أمر القلم أن يكتب الأحداث والأقدار إلى قيام الساعة ثم ختم على فهم القلم قال الإمام الرازي قال وقد يعلم الله سبحانه وتعالى ويظهر بعض الأمور الغيبية للملائكة نتكلم الآن عن الملائكة واستشهد في ذلك بقضية الحمل واستشهد في كذلك في القيامة واستشهد في أمور كثيرة الألوسي رد عليه قال هذا ليس من باب إظهار إظهار الملائكة على الغيب إنما هذا من باب إظهار الغيب أي أنه طالما هذه الأمور كلها في علم الله فلا أحد يعلمها فهي غيب لكن إذا أظهرها الله وأعلمها بعض ملائكته فخرجت عن كونها غيبا لأنه الآن أصبح الأمر في يعني الغيب نفسه ليس في الظهور على الغيب إنما إظهار الغيب وفرق دقيق وجميل جدا بين الظهور على الغيب وبين إظهار الغيب فعندما يعلم الله الملك برزق الجنين وأجل وشقيه الأمسعيد إنما الله أظهر الغيب للملك ولم يظهر الملك على الغيب إنما أظهر الغيب للملك فإنه فقد انكشف ذلك العلم من علم الله سبحانه وتعالى بعد إذنه أن يخرج هذا الأمر فيكون من تدبير الملائكة الموكلة بالأرحام وكذلك الملائكة الموكلة في كل شيء من الأمور التي يعني خلقها الله سبحانه وتعالى كما قلنا الله سبحانه وتعالى قد تنسب الأفعال له أصالة وقد يجعلها على باب التبعية لبعض خلقه وهذا كثير يعني كما أنه الله سبحانه وتعالى قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ولكنه أيضا قال عن عيسى عن جبريل عليه السلام قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك ولا من زكية فنسب الهبال لنفسه رغم أن الله هو الذي يهب والله سبحانه وتعالى قال الله يتوفى الأنفس ثم جعل الوفاة لملك الموت وللرسل الذين يعني يتبعون ملك الموت قال توفتهم رسلنا يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم كذلك إنزال العذاب الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل العذاب ويحي ويميت لكنه أيضا إذا شاء أعطى ذلك الأمر لبعض خلقه كما قالت الملائكة لسيدنا لوط عليه السلام قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طيب لكن المرسل الحقيقي هو الله لكن لما كلفوا بالأمر وأصبح متابعين له جاز لهم أن ينسبوا الأمر لأنفسهم ويجمع كل ذلك حقيقة هو قول الله سبحانه وتعالى عندما نقول أن الله يدبر الأمر من السمائل الأرض وآيات التدبير جاءت تقريبا أربع آيات في القرآن الكريم في الحياة والموت والرزق كله يدبر الأمر الله سبحانه وتعالى استوعى العرش ويدبر الأمر وغير ذلك من آيات اللي جاءت في تدبير الأمر ثم ماذا قال عن الملائكة؟ قال ولمدبرات أمرا وتقريبا على قول أكثر أهل التفسير وأكثر أهل العلم أن المدبرات أمرا هم الملائكة فكيف نسب التدبير لهم رغم أنه الله هو الذي يدبر الأمر إذن إذا دبر الله الأمر ثم أراد أن يخرج ذلك الأمر إلى بعض خلقه فلاضح في ذلك لأنه عند ذاك يكون هذا من باب إظهار الغيب وليس الظهور على الغيب هذه في مسألة الرسول الملكي هكذا ناقشها العلماء التفسير وأنا اختصرته حقيقة من بابي يعني أتجمع بالموضوع على أضيق نطاق لكن الفكرة هي هذه أنه يكون ما يعلمه الملك من الأمور الغيبية هو من باب إظهار الغيب وليس من باب الظهور على الغيب وهذه التفاتة ذكرها يعني الآلوسي في تفسيره التنجيم وهو الحالة الثانية نتكلم نحن عن علم الأولياء يعني فاتنا نقول أنه يعني بعض أهل العلم ذكروا يعني ذكر الإمام الألوسي عن أن البعض قال أن الأولياء يرسل الله إليهم الملائكة فتعلمهم ببعض الأشياء وهذا منسوب لابن عربي ولكن يعني كما قال أنه يكون في درجة أقل من درجة الأنبياء وهذا خلاف كبير لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الأولياء كما قلنا علمهم يكون عن طريق يعني الإلهام أو رؤية الصادقة أو غير ذلك من الطرق التي هي معروفة كما ذكرنا قبل قليل وعلم الغيب كما قلنا هو أمر واسع لذلك ورد في الحديث أنه أو استأثرت به في علم الغيب عندك أي هناك غيوب لا يعلمه أحد حتى الأنبياء لا يعلمونها لأنها ربما لا تخص الشرائع التي كانوا عليها أو ربما لا تخص الأقوام الذين أرسلوا إليهم ولا تخص الإخبارات عن الأمور يعني لا يحتاجها النبي في ذلك الوقت فأكيد أن الأنبياء لا يطلعون على كل شيء يطلعون على ما يحتاجونه من تدعيم الرسالة والإخبارات بما يعضد نبوتهم وأنهم مرسلون من الله سبحانه وتعالى هذا الذي عليه أهل العلم أما قضية التنجيم كما هو معروف أنه يعني أو قبل أن نتكلم عن التنجيم نتكلم عن مسألة أخرى في قضية يعني إلا من ارتضى من رسول نحن قلنا الإمام الألوسي يعني ذكر مسألة قال هنا لو أخذنا الرسول وجعلناه الرسول فقط الرسول النبي لأخرجنا الأولياء فلقلنا أن الأولياء لا يعلمون شيء وهذا مخالف ما هو واقع كما ذكرنا قبل قليل وقلنا أهل التنجيم والكهانة وقد يخبرون بأشياء قد تقع حقا يعني كما ذكر حتى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخبرون ويخلطون وقد ذكرنا مثل هذا في بداية السورة يعني يأتيهم الشيطان فيسترقون السمع ويخلطون مع كلامهم مئة كذبة ثم يلطونها للناس وكذلك يعني يخرج من هذا الرسول الذي النبي الذي هو ليس برسول أيضا يخرج من هذه الآية لو قلنا على ظاهر الآية لذلك يعني كما قلنا العلماء لما تكلموا عن هذه الآية يعني قالوا لو أثبتناها على ظاهرية لأخرجنا منها الكثير نقف مع المنجمين والكهان يعني كيف يفهم كيف يفهم ما يخبرون به معروف أنه هناك يعني كان عند العرب الكهانة والعيافة والعراف والمنجم والزجر والطرق والرمال وغير ذلك من المسميات التي ربما الآن يعني مع تقدم الزمن ربما تغيرت الأسامي وأصبح الآن الفنجان وأصبحت أوراق اللعب وأصبحت قضية يعني مساءل كثيرة قراءة الكيف وغير ذلك من الأمور التي يدعون بها معرفة الغيب ولا شك أنه من ادعى علم الغيب على هذه الطريقة كفر وهذا كما ذكره جمع كبير من علمائنا لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد أنه قال من ذهب إلى عرافا فسأله وصدقه لم تقبل له صلاة أربعون ليلة أربعين ليلة لا تقبل لهم صلاة يعني والخطر الكبير أنه لو مات في هذه الأربعين ليلة ماذا سيكون من حاله؟ يعني ربما لا يموت على الملة لأنه صدق أن هناك إنسان يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى كما هو على القطر نعم يبقى قضية كيفية التوفيق بين هذه المسألة وبين قضية أنه ما نجده من يعني من إخبارات قد تقع ربما حتى الآن يعني الذي يجري أن هناك بعض المتوقعين توقعات العالم لعام 2019 توقعات 2020 هذه التي تجري ويخبرون وقد تكون بعض الأحداث يعني تقع على ما يخبرون به كيف التعامل مع هذا؟ حقيقة أولا يعني يجب أن نقول أنه العلماء قالوا علم هؤلاء إنما هو علم ظني مبني على أمارات يأخذونها أمارات يعني على سمثال أنه هو حدث وظن ليس هناك علم يقين ليس على القطع إنما هكذا يعني علم ظني وهذا العلم الظني يعني نجد أنه كثير مثلا من الإخبار مثلا عن النوع الجنين في الحمل ربما الآن بعضكم سيقول الآن أصبحت أجهزة متطورة وكذا نعم إذن طالما الشيء يعرف به عن طريق العلم والتوصل إليه إذن لا يعتبر غيب هذا يعني أي شيء يتوصل به بالعلم أو بأمارات العلم فلا يعتبر غيب هذا إنما يختلف بين إنسان وإنسان لذلك يقول القاسمي يقول وليس كل إخبار عن أموره في الحياة تعتبر من التنجيم الذي يعني يخرج صاحبه من الملة بل حتى الملة علي القاري يقول أيضا يقول أنه هذه الإخبارات التي يخبرون بها عن بعض الأشياء يعني إنما هي مجرد ظن علم ظني لا يصل إلى حد الكفر إلا إذا ادعى أنها هذه مأخوذة من علم الله لم يقول أنا ظننت أو اشتهدت بل حتى المحللين السياسيين يعني يتوقع أن سيكون هناك أمر معين في السنة القادمة نتيجة استقراء لأحداث نتيجة هناك أمارات موجودة لذلك دراسة الأمارات الموجودة وقراءتها لا تنافي يعني ولا يقع في ذلك ضرر في قضية الحرمة عندما تقرأ الأمارات الموجودة والعلامات الموجودة وأنت تستندج بقية رسم تلك الخطوط لما سيقع إنما هذا من باب الظن ليس على باب القطع وإن كان العلماء حتى هذه المسألة كرهوها كالقرطبي وابنتيمية وغيرهم قال لأنها ربما تلبس وتشكل على الناس وتغير عليهم عقدتهم لكن نحن الآن نوصف توصيف علمي من قال بهذه الأشياء عن القاسمي ماذا يقول؟ يقول ربما كان الإخبار عن الكسوف والخسوف في السابق يعد أمرا يعني من الكفر لكن الله سبحانه قال الشمس والقمر بحسبان من تعلم الحساب للشمس والقمر علم أنه متى سيكون هناك كسوف متى يكون هناك خسوف الله سبحانه وتعالى لم يلغي عقول البشر والقاسمي حقيقة له كلام جميل يقول وكل علم أو كل شيء يتوصل الإنسان به إلى معرفة شيء لا يعد غيبا لأن هناك الناس يتفاوتون في معرفة النباتات ومعرفة طباع الحيوانات ومعرفة فوائد بعض الأشياء في الحياة ربما لا يفهمها ولا يعرفها الجاهل بل نحن الآن ربما يعني بعض الآلات أو الأجهزة الحديثة التي عندنا الآن لو كانت على زمن أجدادنا لا اعتبروها سحرا واعتبروها أمرا غيبيا يعني الأجهزة التليفونات وغير ذلك من الأمور التي الآن هي موجودة بين أيدينا ربما لو كانت في وقت أجدادنا أو قبل خمسين سنة لا أقول كثيرا ربما يعتبروها أمر غريب جدا وربما يعتبرون الذي يعني يغلق الباب عن طريق كبس الزر أو يفتح التلفاز عن طريق كبس الزر من بعيد وغير ذلك من الأمور ربما يعتبرون ذلك شيء من السحر وغير ذلك لذلك يجب أن نفرق بين أن يكون الشيء هو من علم الله الخاص وأن يكون أمر جعل الله له علامات وأمارات يستدل بها والشاهد في ذلك في حديث جبريل في الصحيحين لما قال سأل النبي عليه الصلاة والسلام قل له متى الساعة قل له من مسؤول عنها بأعلى من الساعة لاحظوا سألوا عن الساعة وهو أخطر شيء وأعظم شيء قال له من مسؤول عنها بأعلى من السائل قال فأخبرني عن أماراتها أخبرني عن علاماتها إذن الغيب إن كنا لا نعلمهم لكن هناك علامات ربما هذه العلامات توصلنا إلى علم علم ظني علم عام وليس تفصيلي دقيق وهذا هو الفارق بين علم الله الدقيق الذي لا يتقدم ولا يتأخر على مقدار ذرة وبين ما يظنه الإنسان أو يفهمه الإنسان وفي الكلام بقي إن شاء الله نستكمل الكلام عنه في الحلقة القادمة إلى ذلك الحين أستدعوكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته